تكبس وكبسة الجرس وكبسة اللايك أين اختفى حرف الضاء؟ كل الحروف عادت إلى بيوتها إلا هو لابد أنه حزين ويريد أن يختلي بنفسه ولماذا يختفي؟ لا تقلق سنجده في هذا الظلام هل يحب الضاء الظلام؟ لا تنسى أن الضاء أول حرف من حروف كلمة ظلام ظ ل آم ظلام هيا نبحث عنه ريف ريف لماذا لا يستجيب للنداء؟ يا له من مجنون على من ينادي؟ يا له من مجنون كيس عام تقصد كيس عظام أجل عام عام لا تقل عام لقد سقط حرف الضاء من وسط كلمة عظام لو أرجعناه لمكانه لأصبحت الكلمة الصحيحة أموه هذا ليس كيس العظام إنه كيس الحروف حين تفقد الكلمات بعض حروفها نستطيع أن نزودها بالحرف المفقود ريف اسبي ضريف قلت لك إن الضاء مبقود سنعوضكم عنه بحرف ضاء من هذا الكيس حتى يعود لعمله ضريف أنت غريب الأطوار علينا أن نسرع لمساعدة الكلمات هيا بنا انظروا إلى المظلة إنها بلا ضاء الناس يقفون في حر الشمس ما أجمل الظل كلمة ظل تبدأ بحرف الظ ظ الظ يبدو أن الكثير من الكلمات تحتاج إلى الظ إنه حرف مهم لكن كيف ستوزعونه على الكلمات التي تحتاجه؟ هكذا يهو أنت هنا ونحن والكلمات نبحث عنك ما حكايتك يا ضاء؟ شكلي قبيح ولا يعجبني لهذا أختفي بالعكس شكلك جميل في كل موقع تكون فيه فأنت جميل في أول كلمة ضريف وأنت رائع في وسط كلمة مظلة وأنيق في آخر كلمة عكاظ لكنني لست رشيقاً كحرف الألف أو راقصاً كحرف السين أو حتى شبيهاً بأخي التوأم حرف الطاء فهذه النقطة جاءت وشوهتني ألا يكفي أن شكل لا يتغير في بداية الكلمة عما هو عليه في وسطها أو نهايتها؟ النقطة جاءت لتميزك عن الطاء أم أنك تريد أن تكون بلا شخصية مميزة؟ بالطبع أريد أن تكون لي شخصية فريدة إذن كن ضاءاً ضريفاً وانطلق فالكلمات بحاجة إليك سأنضم إليها وأنظم الكلمات يهو يحيى النظام النظام كلمة في وسطها حرف الضاء أنا ضبي صغير مع أمي أسير مع أهلي مع أخواني نمرح ونغني في كل مكان أمي أعطتني كتاباً فيه حروف يا أصدقاء وأنا أحببت حرف الضاء وحفظت حرف الضاء وأكتب كل مساء كلمات مثل ظرف ونظيف وظلام ومظلة وظريف أنا ضددددددددددد